نقول فرح وجه الأرض التعبير ده جميل لأن الأرض لما يكون عطشانة تبقى متشققة وكأنها محتاجة شوية مير والبلاد اللي ما فيهاش أنهار تبقى محتاجة مياه الأمطار الأرض فعلا تنشف وتتشقق أوما تنزل الأمطار تحس الأرض كأنها فرحت وارتوت ودي تفكرنا بنبوة قالها إشعياء النبي هي فعلا النبوة دي عن حلول الروح الكدس أيام المسيح لكن بها نفس المعنى تفرح البرية والأرض اليابسة البرية والأرض اليابسة اللي هي ما فيهاش أنهار هنا تفرح بمعنى هيجيلها مياه في الأصل النبوة دي مقصود بيها البرية والأرض اليابسة هي الشعوب اللي ما كانش عندها نعمة تعبد الأوثان هتفرح لأن نور الإنجيل هيوصل لهم ومياه الروح الكدس هتوصل لهم ويبتهج القفر ويظهر كالنرجس النرجس ده نوع من النبات يحتاج مياه كثيرة يظهر إزهارا ويبتهجه ابتهاجا البرية تفرح والقفر يبتهج ويحصل فيها نوع من الإثمار والإزهار فده برضو لما تيجي المياه تروي الأرض هيبقى فيه خير كتير الأرض دي هي قلبي اللي محتاج مياه الروح الكدس عشان يرتوي ويشبع ويثمر لمجد الله لذلك مثلا إحنا في شهر هتور دلوقتي تلاحظوا الحد الأول والحد الثاني الكنيسة تقرأ لنا مثل الزارع خرج الزارع ليزرع لأن دا الموسم بتاع الزارع هتور فكأن الكنيسة بتربط ما بين الطبيعة اللي احنا عايشين فيها وبين حياتنا الروحية أو ملاقي الأرض بتتزرع أقول يا رب ازرع كلمتك في قلبي لما ملاقي الأرض بتتروي أقول يا رب ارويني بنعمتك بروحك الكدوس لما ملاقي الأرض تثمر أقول نفسي يا رب تفرحني بثمر حياتي زي ما قال معلمنا بولس لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق دايما الكنيسة بتعلمنا نربط ما بين الزواهر الطبيعية بتاعت حياتنا اليومية وما بين علاقتنا مع الله ونموينا في النعمة ترجمة نانسي قنقر